الاسواق الخليجية وتحديدا اسواق الامارات ننتقل الى برصة دبي تسجل في هذه الاثناء 3000 وحوالي 94 نقطة في المنطقة الحمراء يتراجع سوق دبي بـ 1 و 3 عشار ويفقد قرابة الـ 40 طبعا نقطة في هذه اللحظات ننتقل الى قياديات سوق دبي نتابع اذا دركاندسكيل تتصدر القائمة بتراجعات 1 و 7 عشار الوطنية للتبريد يتراجع السهم بنفس النسبة اعمار العقارية على تراجعات بـ 1 و 8 عشار مجموعة اعمار مولز على تراجعات بـ 1 و 4 عشار وارابتك يتراجع السهم بـ 2 و 7 عشار قطاع المصارب في سوق دبي نتابع سوق دبي المالي يسجل تراجعات بـ 2 و 15 بالمئة اما بيت تمويل الخليجي فيتراجع هذا السهم بقرابة 3 بالمئة نلاحظ الامارات دبي الوطني ثبات واستقرار عند 10 دراهم في هذه اللحظات بنك دبي الاسلامي يسجل تراجعات بـ 1 و 13 عشار تقريبا والبنك الاول يتراجع السهم بـ 15 تقريبا من سوق دبي الى سوق ابو ظبي نقنظرة على اداء المؤشر إذن 4600 و حوالي 44 نقطة يستقر في المنطقة الحمراء كذلك يتراجع بأقل من 1 بالمئة قرابة الـ 1 بالمئة يفقد 45 نقطة في هذه الأثناء قيادية ابو ظبي نتابع إذن دانا غاز على رأس القائمة بتراجعات أكثر من 1 بالمئة الدار العقارية يتراجع السهم بـ 1 و 19 في هذه اللحظات إشراء العقارية تسجل تراجعات بـ 2 و 17 ومؤسسة الإمارات للاتصالات كذلك يتراجع السهم بـ 21 فقط أما ابو ظبي للطاقة فعلى ثبات واستقرار ماذا عن قطاع المصارف في سوق ابو ظبي نتابع مشاهدين نلقي نظرة على أداء شركات هذا القطاع إذن تباين بنك الاتحاد الوطني يتراجع بـ 13 بنك الشارقة على ثبات واستقرار بنك ابو ظبي التجاري ارتفاعات بـ 13 وبنك رأس الخيمة الوطني ثبات واستقرار في هذه اللحظات